يعني نريد أن نستكمل هذه التجليات والإشارات التي تضحد حجة كل مشكك في أن السنة بها إعجاز علمي الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتصر إعجازه على الدنيا بل على الآخرة أيضا دثنا عن النار وألوان النار يعني هذا حديث أجيب أن النبي ربط بين درجة الحرارة واللون وهذا بحث علمي حديث فقط لم يدرك البشر أن هناك لكل درجة حرارة لون محدد سنعرض الحقيقة العلمية أولا نحن نعلم أن الطيف الضوئي يتألف من سبعة ألوان معروف هذا الكذا هذه الألوان السبعة تبدأ بالبنفسجي فالأزرق كذا كذا إلى الأحمر الأحمر هو أقل درجة حرارة والأعلى حرارة هو الأزرق أو البنفسجي وعندما تخرج خارج هذا الطيف الضوئي لن ترى شيئا سوف تصبح الإضاءة معتمة بالنسبة لك الله خلق لنا أعين ترى هذه السبعة ألوان فقط اللون الأحمر درجة حرارته بحدود ألف ومئة درجة مئوية ثم يأتي بعده اللون البرتقالي فالأصفر تزداد درجة الحرارة حتى تصل إلى اللون البنفسجي تقريبا بحدود عشرة ألاف درجة وأنت تستطيع أن تلاحظ هذه الظاهرة إذا قمت بتسخين شعلة فكلما رفعت درجة حرارتها يتغير اللون يبدأ بالأحمر ثم آخر شيء ينتهي بالأزرق فالبنفسجي آخر درجات الحرارة تكون قد وصلت الحرارة إلى عشرة ألاف تقريبا ألف إلى عشرة اللون الأبيض موجود في مركز هذا الطيف الضوئي درجة حرارته بحدود خمسة ألاف درجة مئوية سبحان الله اللون الأبيض هو لون الشمس وبالفعل درجة حرارة سطح الشمس بحدود ستة ألاف درجة مئوية الآن لو تأملنا هذه الألوان هنا سميت هذه الظاهرة بظاهرة إشعاع الجسم الأسود black body radiation هذه الظاهرة معروفة جيدا الآن وكل الملحدين يعلمونها ويعرفون أن الجسم إذا سخناه إلى درجة حرارة معينة سوف يتغير لونه يبدأ من الأحمر هنا أطوال الموجات انظر نحن نرى فقط هذا الطيف الصغير عندما تصبح طول الموجة قصيرة جدا كما نرى والأشعة تصبح سوداء طبعا غير مرئية بالنسبة للإنسان إذن أنا أريد فقط أن تركز معي مع الأخوة المشاهدين على هذه الحقيقة العلمية أننا نبدأ دائما باللون الأحمر ثم ننتقل إلى يأتي الأبيض في المنتصف وأخيرا اللون الأسود الذي لا نراه عندما تصبح درجة الحرارة مثلا على 12 درجة أو 20 ألف درجة أو 50 ألف درجة هذه الحرارة لا ترى لا ترى شيئا النبي عليه الصلاة والسلام هل تتصور أنه أنبأك عن هذه الحقيقة بالحرف كما شرحتها الآن؟ ذلك دعني أنتقل معك إلى الحديث النبوي الشريف طبعا هنا نرى تموجات هذه التموجات بلغة الأرقام لا هو موجود درجات حرارة عالية جدا تفاعلات نووية من هذه الحرارة لا ترىها العين ترى فقط ضمن المجال الطيف الضوئي المرئي فقط وهو من 400 إلى 700 نانو متر طول الموجة لهذا المجال ومن رحمة الله بنا لأنك أنت لا ترى الأمواج الكهراتيسية لا ترى أمواج الجوال لا ترى أمواج الفضائيات لا ترى أمواج الرادارات وإلا كان كارثة الله أعطاك بصر محدود جدا والمجال غير المرئي أوسع بمليارات مرات مما تراه لذلك الله قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصر ما لا يبصره الإنسان أكثر مما يبصره الآن انظر إلى هذا الحديث انظر إلى هذا الترتيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقد على النار ألف سنة حتى ماذا؟ احمرت إذن هناك زمن احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى بيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة اللهم صلي على محمد الله هذا الترتيب مطابق للعلم هل يسميه إعجازاً؟ أم ماذا يسميه؟ صلوات الله لا معدنة هذه الحقيقة لم تكتشف إلا في العصر الحديث بدأ معك من البداية مما تراه إلى ما لا تراه الشيء الأكثر إعجازاً أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد لك درجة الحرارة بدقة حددها بدقة يعني الشيء يذهب العقل الله أكبر النجوم في السماء أقصى درجة يصل إليها بحدود عشرين أو لنقل أربعين ألف درجة ويظهر هذه النجوم تظهر بشكل أزرق ولكن أنت لا ترى الحرارة ذات الأربعين ألف تراها ذات العشرة ألف هذه نجوم متوهجة جداً في الكون تظهر بلون أزرق حرارتها مرتفعة جداً أعلى من حرارة الشمس بكثير الشمس بيضاء إنه ستة ألف درجة الآن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ انظر معي قال ناركم في الدنيا جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم الآن سأقف عند هذا الحديث الذي رواه البخاري المسلم ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم إذا اتفق هذا الحديث مع العلم لا يمكن أن نقول إنه كلام بشر يجب أن يكون وحي من عند الله سبحانه وتعالى نارنا في الدنيا أنت افتح الآن على أي موقع إنترنت متخصص في الفيزياء واكتب ما هي درجة حرارة الأفران العادية التي نعرفها نحن سيقول لك بحدود ألف ومئة درجة مئوية تقريباً يعني جميل أعلى أو أقل بكثير طيب إذا ضربنا هذا الرقم بسبعين النبي ماذا قال؟ ناركم قدرنا جزء من سبعين من سبعين دعنا نضربه بسبعين كم يعطيك ألف ومئة مضروب بسبعين سبعة وسبعين ألف طيب درجة الحرارة سبعة وسبعين ألف ما لونها؟ أسود فهي سوداء مظلمة لا تناقض بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام تصور لو قال لك ناركم هذه جزء من عشرة أجزاء أو خمسة أجزاء كان هناك تناقض علم وبالتالي عندما أخبرك بأن نار جهنم أكبر بسبعين ضعف من نار الدنيا وأخبرك في حديث آخر فهي سوداء بلونها بعد أن أخبرك بالتدرج أصبح لدينا الآن حقيقة علمية أكدها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أربعة عشر قرناً لم يكن أحد يعلم شيئاً عن اللون الأسود أو أن هناك أصلاً نار لونها أسود ولم يكن أحد يعلم شيئاً عن علاقة درجة الألوان بالنار حتى الكاميرات الرقمية هناك لكل لون درجة حرارة تبط الألوان من خلال درجات هي درجات حرارة أصلاً يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان همه الأول إقناع عبدة الأصنام فقط بلا إله إلا الله ولكن هذه الأحاديث موجهة لنا نحن اليوم صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يعلم أن هذا العصر سيكثر فيه الملحدون ويكثر فيه ما يسمون بالقرآنين وهم بعيدون طبعاً عن القرآن من ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام فتكون هذه الأحاديث وغيرها يعني دليلاً يعني صادماً على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحر جامعة أمريكية قبل سنوات قليلة وجدت أن هذه الأوزاغ بورس أو أبو بوريس لها اسمها خطيرة جداً على البيئة وعلى الإنسان وحدثت حالات وفاة في أمريكا عندما دققوا فيها ودرست علمياً وجدوا أن هذا الكائن بالحرف الواحد أنا أقول لك أن أقول لك ما وجده أن هذا الكائن تعيش في أمعائه بكتيريا مضادة للمضادات الحيوية مهما أعطيت المريض أو المصاب من أدوية لا يستجيب ويموت وحدثت حالات وفاة أن تنبي عليه الصلاة والسلام أراد لنا الخير وأراد لنا الصحة والسلامة فأمرنا بأن نتخلص من هذا المخلوق ونرجعه إلى بيئته الطبيعية التي خلق من أجلها أحاديث يعني لو أحباب تنجلس الآن سنوات لننتهي من عرض فقط الأحاديث التي فيها إعجازها هذه ومضادة يعني أشكرك دكتور على أن أكرمتنا بهذا العلم الذي يجعل المؤمن يزداد إيماناً ويجعل غير المؤمن يقف أمام هذه الحقائق يسأل نفسك أإله مع الله؟ ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر